ترقية التعاون الإفريقي في مجال التأمين وإعادة التأمين حتى يكون دعماً قوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية هو موضوع الندوة التاسعة والأربعين والجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للتأمينات بالجزائر تحت شعار مساهمة التأمين في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا يحظى هذا النشاط في الجزائر بعناية كبيرة وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي مست هذا القطاع لا سيما عملت تحرير السوق التأمين سنة 1995 عبر إصدار الأمن رقم 9507 المتعلق بالتأمينات الذي سمح باعتماد إلى حد الآن 25 شركة تأمين تنشط على مستوى السوق الجزائري من بينها 11 شركة خاصة وبشركات مع مجمعات أجنبية الندوة الدولية التي شهدت مشاركة واسعة لممثلي قطاع التأمينات من بينهم 1100 مشارك من 70 بلداً كانت مناسبة للتأكيد على ضرورة توحيد الجهود في سبيل تحسين أداء أسواق التأمين الإفريقية والاستجابة لمختلف التغيرات والتحديات التي تواجهها القارة الصمراء لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي إن لقطاع التأمين دور هام في تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا ويجب أن نعتبره جزءاً ليتجزأ من النظام الفلاحي ويعد تأمين الفلاحي على وجه الخصوص آلية للحد من المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية وتذبذب الأسعار في الأسواق كما يعتبر التأمين الفلاحي أساسي للتدعيم الأمن الغذائي في إفريقيا وذلك من خلال وضع مخطط تأمين لفائدة المزارعين في حالة حدوث كوارث طبيعية والحد من الخسائر النتيجة عن التغيرات المناخية ويجب أيضاً علينا تسهيل الحصول على القروض الفلاحية وتشجيع اعتماد الدعائم التكنولوجية الندوة التاسعة والأربعين للمنظمة الإفريقية للتأمينات بالجزائر حدث اقتصادي هام هدفه تنشيط ديناميكية فعالة لسيما في مجال التأمين الفلاحي وإيجاد حلول كفيلة بتعزيز صناعة التأمين لتوفير التغطيات التأمينية المناسبة لاحتياجات الاقتصاد الإفريقي اشتركوا في القناة